ولسه بحس بي جنبي في كل مكان وسوتك في المكان بيرن ولسه بحن تخليداً لذكرى الشهداء الذين سطروا بدمائهم الذكية أمن واستقرار الوطن وفي تأكيد على أن الوطن لا ينسى من ضح من أجله أو فدت وزارة الداخلية مأموريات لتوزيح قائب ومسلزمات مدرسية على أبناء الشهداء من من يتلقون التعليم في مختلف المراحل الدراسية في إطار الدعم والمساندة المقدمة لأبناء الشهداء حاجة زي كده بتبقى رفع مروح الولاد وترفع مروح لهم معنا هم نحتمون دينا وجابون نشانة المدارس والهدايا وجابون لكل حاجة هم نستيبيننا وطول الوقت معينا وطول الوقت حتى لو احنا احتاجنا أي حاجة غير كده بيجولنا وإحنا حتى بمكن نتوصل من برحلهم يعني معينا في كل خطوات حياتنا من ساعة مع سيد الله يرحمه توفى ولسه دموعف عني لكن فرحان عشان بيقولوا اني بطل واني بطل أبويا شهيد دي حاجة أكيد تشرفني كما أوفدت الوزارة مأموريات لمرافقة أبناء الشهداء إلى مدارسهم مع بداية عام دراسي جديد في لمسة إنسانية تحرص عليها الوزارة سنويا وتؤكد على مدى الرعاية المقدمة لأسر وأبناء الشهداء وتقدير لما تحملوه في سبيل الوطن وتكريمهم هو تكريم لآبائهم الذين استشهدوا دفاعا عن الحق والواجب والأمن تبقى حاجة نفسية حلوة للولاد طبعا أن يوم بيبتدوا معهم بأول يوم دراسة الوزارة بتبقى معيهم تجوم خدوني من البيت كنت بسوط جدا وصراحة اتبسطت جدا في يومي النهاردة هذه اللمسة الإنسانية التي تحرص عليها وزارة الداخلية سنويا تؤكد على مدى الرعاية المقدمة لأسر وأبناء الشهداء وتقديرا لما تحملوه في سبيل الوطن وتكريمهم هو تكريم لآبائهم الذين استشهدوا دفاعا عن الحق والواجب والأمن وزارة الداخلية طبعا أنا بشكرها على كل التأذير والمجهود اللي بيعملوا معي أنا والولاد ورعايتهم لنا دايما وسؤالهم علينا على طول النهاردة جوم استحبوا الولاد للمدرسة وكرموا الولاد قدام المدرسة كلها بشكر وزارة الداخلية وسيادة الرئيس على الزباط اللي جوم خدوني النهاردة من البيت وكرموني في المدرسة وقد شعر أبناء الشهداء بالفخر والعزة وهم يخطون خطواتهم الأولى في عام دراسي جديد رفقة رجال الشرطة مواجهين الشكر لوزارة الداخلية على هذه المبادرة التي تعد تكريما لآبائهم الشهداء يجوا ياخدونا ويوصلونا المدرسة بنفسهم ويحسسونا أننا في بيتنا وأنهم معانا على طول وعمرهم مفرقونا أبدا ودائما في ظهرنا حاجة كويسة جدا أن نفسيتهم بتبقى كويسة بيحسوا أنه في لهم ظهر موجود طبعا بعد باباهم لا يرحموا دي حاجة بترفع من معنوياتهم هم بيعضوني عن بابا بيخلوني يحس أن بابا جنبي أنا بستنى من سنة لسنة علشان منتظر اللحظة ديت وقى في المدرسة فخور أبو يا ممت أبو يا سيد في جنبي دحاي ولي مفرعش لا يا مطلب حاوب من نار وقد أعرب القائمون عن العملية التعليمية عن تقديرهم لهذا الدور الإنساني الذي تقوم به وزارة الداخلية والذي يرصخ لقيم الولاء والانتماء للأجيال الجديدة الذي تشاهد هذه اللحظات من الحفاوة التي يحظى بها أبناء الشهداء أبو يا ممت أبو يا سيد في جنبي دحاي وأكيد دي فرحة جدا لولادي وأكيد أولادي جدا فرحانين ومبسوطين باهتمام الوزارة بهم وتكرمهم يعني قصاد زميلهم وتأتي هذه المبادرة انطلاقا من المسئولية الوطنية تجاه أبناء الشهداء واعتزازا بأرواح صعدت إلى بارئها وهي تدافع عن الوطن ليحيى أبناؤه في أمان واستقرار وينهض نحو التقبل والبناء أبو يا ممت أبو يا سيد في جنبي دحاي استقبال كبير لأبناء الشهداء في مدارسهم مع بداية عام دراسي جديد في تأكيد واضح على أن الوطن لا ينسى من ضحى من أجله وأن وزارة الداخلية تسعى دائما إلى تقديم أفضل رعاية لأسر الشهداء عبدالله بركات التلفزيون المصري